بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد كيف كانت ليلة رئيس المصري السابق محمد حسن مبارك وما هي أبرز ملامحها زميل ماجد إبراهيم تابع ووفان بهذه التفاصيل بين الصدمة والتكذيب هكذا وصف رد فعل الرئيس السابق حسن مبارك بعد قضائه ليلته الأولى في سجن طرى حسب صحيفة المصر اليوم مبارك الذي لم يتخيل في يوم ما أن يكون أسيرا مدى الحياة في غرفة نظر إليها للمرة الأولى بشمئزاز الصحيفة نقلت عن مصادر في السجن أن مبارك ظل منفعلا للغاية وطلب لقاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وذلك بعد مكوثه أربع ساعات في الطائرة رافضا الترجل منها إلى المعتقل قبل أن يفلح نجلاه علاء وجمال بمساعدة قائد حراسته في إقناعه بالنزول من الطائرة ذهول واكتئاب هي حالة مبارك بعد أن تلى عليه مسؤول السجون لوائح وتعليمات المحكوم عليهم التي تقضي بزيارتين فقط كل شهر ورفض للتوقيع على ورقة الكشف عليه من فريق الأطباء الذين شكلوا من قطاع السجون لمتابعة حالته الرفض انتهى بعد نصف ساعة أما ما زاد في اكتئاب مبارك بحسب المصر اليوم فهي صدمته من عدم وجود هاتف في الغرفة ليخبره المأمور بأن لوائح السجن تمنع وجود الهاتف وذلك يسري على جميع المحكومين كما هو الوضع بالنسبة للأكل حيث أخبروه بأنه وفقا للتوصية الطبية هناك طعام مخصص سيعد له في ثلاث وجبات فقط كل يوم المصادر قالت لصحيفة المصر اليوم إن مبارك التقى صفوة الشريف وفتح سرور الذين يرتادان المستشفى بحكم ظروفهم الصحية مبارك شكى لرفقاء الأمس سوء معاملة المجلس العسكري له خاصة بعد قرار المحكمة تجريده من رتبه العسكرية قبل أن يتذكر بحزن إنجازاته ليحاول الشريف وسرور امتصاص غضبه مؤكدين له أن البراءة تنتظره بعد ستين يوما إذا صدر حكم النقد مبارك الذي نجى من ارتداء البدلة الحمراء المخصصة للمحكومين بالإعدام رفض ارتداء بدلة السجن الزرقاء وطلب لقاء حفيده عمر قبل أن يتم إغلاق باب المستشفى وسط حراسة أمنية شديدة ماجد إبراهيم العربية وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة يسري البدري لئيس قسم الحوادث في صحيفة مصر اليوم أهلا بك أستاذ يسري كانت لديكم معلومات حقيقة في صحيفة مصر اليوم حول الإجراءات للليلة الأولى للرئيس المخلوع حسني مبارك أبدأ معك هل صحيح بأنه أمضى ليلته الأولى بانهيار نفسي كبير لدرجة أنه لم يستطع النوم مما دفع الأطباء إلى إعطائه منوم؟ لا هو بالفعل الرئيس السابق مبارك بمجرد صدور حكم المؤبد عليه كان لا يعلم وجهة الطائرة وكان لا يتخيل أن الطائرة التي اعتادت على نقله طوال 47 جلسة من المركز الطبي العالمي إلى أكاديمية الشرطة وستعود به مرة أخرى إلى المركز الطبي العالمي حتى عندما هبطت الطائرة في سجن مزرعة الطرة ذلك السجن المقام منذ عام 1941 سأل طاقم حراسته أين أنا موجود الآن فكان الطاقم الحراسة يرد أنت في السجن رئيس فكانت هذه بمثابة الصدمة الأولى التي جعلت الرئيس السابق مبارك يظل في طائرته وهناك مفاوضات استمرت معه لأكثر من ثلاث ساعات ونصف وقاربت الأربع ساعات في محاولة لإقناعه على الهبوط إلى السجن هو كان متخوف من الرعاية الطبية داخل السجن مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون المصري صعد إليه الطائرة وتلع عليه لوائح السجون سأل عن الغرفة التي سيودع بها قالوا أنها غرفة مجهزة تكلفت خمسة ملايين جنيه وفرت لها كافة الأجهزة وأجهزة الرعاية الفائقة التي تطلب حالته سأل أيضا عن إمكانية استخدام الهاتف لوائح السجون أكدوا له أن مسؤولي السجون أكدوا له عدم وجود أي هواتف داخل السجون وسيسمح له وفقا للوائح السجون بزيارتين فقط في الشهر هل صحيح أن الرئيس السابق أيضا طلب طبيبين الذين كانوا يعالجان مبارك في المركز الطبي الكبير وتم رفض الطلب لأنه طبعا يخضع لمصلحة السجون هناك أطباء في السجن هل صحيح هذا الأمر؟ بالفعل الرئيس السابق مبارك قدم طلبا لإدارة السجون لاستحاب ثلاثة من أطبائه الخاصين الذين كانوا يتابعون حالته في المركز الطبي العالمي وهذا الطلب رفع إلى النيابة العامة باعتبار أن الرئيس السابق محكوم عليه الآن بالمؤبد وهو مدى الحياة فيخضع للوائح النيابة العامة لا نعلم هل النيابة العامة سترفض هذا الطلب أم ستقبل لكن قطاع السجون وفر له أطباء متميزون من أطباء السجون وقضاع الخدمات الطبية يخضع لهم الرئيس السابق للعلاج على مدار الأربعة وعشرين سابق سيد جوسي أنتم في صحيفة مصر يوم كانت لديكم يعني علمتم معلومات خاصة لديكم حول الليلة الأولى التي قضاها الرئيس السابق عندما دخل إلى السجن هل صحيح بأنه تم تصويره وأعطاء رقم كأي مجهون يدخل إلى السجن أم لا بالفعل طبقا للوايح السجون وتصريحات قادة المنطقة الجنوبية به دره والتي يقبع بها الرئيس السابق حاليا تم تصويره لتسجيله وفقا لتسلسل داخل قطاع السجون وتم منحه رقم وهو الرقم التسلسلي للنزيل بمجرد إداعه داخل إحدى السجون المنتشر على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 42 سجن اليوم الرئيس السابق تلقى أول زيارة له من زوجته سوزان سابت صالح زوجة نجله خديجة الجمال ووالدها هيدي راسخ الزيارة استمرت أكثر من ساعتين وفقا للوايح السجون الرئيس السابق محروم من الزيارة لمدة 30 يوما لكن الرئيس السابق صدر ضده حكم في 2 يونيو ووزير الداخلية كان أصدر قرار بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون على مستوى الجمهورية استفاد منها الرئيس السابق في هذه الزيارة باختصار وطلب لقاء المشير طنطاوي ولواء محمد إبراهيم هل هناك أي معلومات إذا كانت هذه الزيارة ستتم أم لا؟ هو أعتقد أن المعلومات لن تتم هذه الزيارة ولكن الرئيس السابق مبارك طلب لقاء وزير الداخلية والمشير طنطاوي بسبب أنه يرفض وجوده داخل سجن مزرعة الطرق شكرا جزيلا لك من القاهرة يوسري البدري رئيس قسم الحوادث في صحيفة مصر اليوم كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك